والله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهد به ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين أيها المسلمون أيها المؤمنون إن الله قد بيّن لنا في قرآنه في استفات الذين يحررون الأرض من رجس الكافرين ودنسهم دائما والإسلام دين متكامل لا يمكننا أن نغير بها الوضع السقيم المريض مثلا بأن نقيم صلوات الخمس جماعة أو نداوم على صلاة الجمعة ونقول بهذا سنغيّر الوضع لو كان الأمر هكذا لما أمرنا الله بالجهاد ولما قاد الرسول محمد سبعة وعشرين غزوة ولما قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيّره بيديه إلى آخر الحديث لو مضى ومشى إلى الكعبة اليوم مئة مليون مسلم وطاف حول الكعبة ودعوا الله متضرعين بأن ينزل النصر على غزة وأهلها الله لا يستجيب لهم أبدا لأن أهل غزة يحتاج إلى شيء آخر مقرونا بالدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يغزو في سبيل الله يقف في الصف ويدعوه لم يكن يدعو في البيت حياتنا اليوم فقدت فيها حلقات كثيرة منها الجهاد ما من قوم تركوا الجهاد إلا ذلوا في عقر دارهم هذه الحلقة مفقودة اليوم في حياتنا تماما فيجب علينا أن نعود إليها إن الخطبة لن تنقذنا وإن هذه أو غصن زيتون وحمامة سلام هو تسليم للذبح الدين الإسلامي بني على سيف وقلم وجهات الدين الإسلامي سيبقى ديناً لا يؤدي رسالته إذا لم ينفذ فيها السيف أو لم يكن من أركانها السيف والقلم والأخلاق أيها المسلمون تطرقنا كثيراً إلى هذه الأوضاع التي نحن نعانيها منها هذا الهوان الذي نحن فيه هذا الوهن الذي نحن فيه هذا الغثاء الذي نوصف بها كلها أخبر بها الصادق المصدوق قبل ألف وأربعمائة سنة لأن رسالته عامة إلى ختام الحياة فلابد أن نرى منه معجزات حتى تكون داعية للدين نحن في هذا الموضوع نريد أن نشير إلى ملخص لخصه الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هذا كلام لخص العلّ لخص الداء والدواء والذي صلح بها الأول ما هو هو السيف ولو لا السيف لابتلعنا المغول منذ زمن ولو لا السيف لابتلعنا الحملات الصليبية منذ زمن إننا هذا كلها تركناها جانباً أنا أريد أن أتطرّق لماذا هذا الكيان السرطاني هذه الغدّة السرطانية مغروسة فينا لماذا هذا الدعم الغربي الأوروبي الأمريكي لهذا الكيان هؤلاء يتدرّعون ويقولون أو يستندون إلى أسباب طبعاً وهي هاوية أمريكا والغرب يريد مثلاً يقولون نحن نتعاطف مع الكيان الصهيوني لأنها أمة اضطهدت وتعرّضت للإبادة خاصة يعني من قبل هتلر يعني الحرب العالمية الثانية والسبب الثاني أنه لهم لهؤلاء الناس يعني سبب ديني وسبب ثالث وسبب سياسي هناك الطوائف الثلاثة كنيس كنائس الثلاثة طبعاً الكنيسة الأرثوذكسية هي الكنيسة الأولى التي طبعاً عانينا أو رأينا منها طبعاً صنوفاً من الأذى من العذاب هم أصحاب يعني معارك أو مجازر البوسنة والهيرسك هؤلاء طبعاً نعرفهم ولكنهم لما ذهب ممثل إسرائيل إلى وزير خارجيتهم قال نريد أن نجمع الصهاينة أو نجمع اليهود في وطن قومي واحد فماذا قال له وزير روسيا قال نعم نريد أن نجمعكم ولكن في البحر يعني الأرثوذكس لم يكونوا داعمين لهم نأتي إلى الطائف الثانية الكاثوليك أكثرهم عدداً هم أيضاً بالنسبة لنا يعني رأينا منهم ما يسيئنا هم أصحاب حملات الثمان على العالم الإسلامي وأصحاب محاكم التفتيش في أسبانيا ولكن هؤلاء أيضاً لم يدعموا الصهاينة أو هؤلاء المجرمين فقط الطائفة الثالثة البروتستانتية التي تسمى الطائفة المحتجة أو المعارضة هي التي قامت بهذا العمل وهي التي تدمعه يعني الدعم السقي يأتي إلى هؤلاء من هذه الطائفة البروتستانتية المنشقة من الكاثوليكية هؤلاء لهم ارتباط طبعاً أو يعني سبب ديني هم يذكرونها هم يرتبطون عودة المسيح إلى الحياة يعني يرتبطونها بإقامة دولة يهودية مستقلة على أرض المعات هي أرض فلسطين طبعاً هذه هي السبب الذي دعت بريطانيا يعني التي قامت بزرع هذه الغدة السرطانية طبعاً في جسد الأمة ثم بعد ذلك نرى أمريكا أمريكا كيف تحمي هذا الكيان المجرم ولولا حماية أمريكا والغرب لانتهت ولفت بثياب العدم وانقض عليها أياماً معدودات لنتهوا ولكن هؤلاء لبعاً يقاتلون نيابة عن الغرب وعن أمريكا وعن بريطانيا فهم يدعمونهم بكل شيء فهذا هو السر الذي جعلتهم أمريكا تقف وراء هذا الكيان والسبب الذي نحن نعرفها ونحن نشخصه هو أن السبب السياسي هو وراء دعم أمريكا لأن وجود هذا الكيان جسم الغريب في هذه الأمة هذا الكيان الذي سياستها التخريب والحرق والدمار والقتل وإراقة الدماء يوفر يعني عامل غير استقرار أو عامل اضطراب في المنطقة فبالإضطراب كل مرافق الحياة تتأخر لا تتقدم فهم زرعوها حتى تبقى هذه الأمة متخلفة فكيان الصهيون هو قط ذو مخلب يتقدم الغرب هؤلاء هم يعني هذه الأسبابية التي بيّنوها بأنه مراء يعني هذا الكيان المجرم فلنأتي الآن إلى أخلاق الذين الله كلفهم بتعقيم الأرض وتطهيره من هؤلاء لا يجوز لأي إنسان أن يلبس لباس الجهات هناك خطوات يجب أن تتقدم الجهات بناء الإنسان إذا بوني فهو يبني الحياة تطرقنا إلى حياتي مثلا القائد المسلم الكردي صلاح الدين وأشدنا بمواقفه وبجهاده ولكن هذا الرجل لم يأتي هذا يعني من الفراغ أو إنه لم يقدم على هذا العمل بدون السلاح يعني مضاء اعتمد عليه صلاح الدين جاء في وقت كان فكرة الجهاد أيضا قد نامت تماما عن نفوس الناس وكان الناس والمسلمون قد تناسوها تماما فجاء إلى في هذا الوضع إنه يريد تحرير القدس ولكن تحرير القدس لا يتم بهؤلاء الناس إلا بأناس يمتلكون سلاحا مضاءا مثل السلف الصالح ماذا فعل صلاح الدين؟ أولا بدأ بنفسه لأن القائد هو القدوة القائد هو القدوة يعني إذا كان القائد عظيما مخلصا مجاهدا فإنه يؤثر على الآخرين على جنده فكان هو القائد في التقوى وكان هو قائد في التمسك بالدين ساعتئذ هو أثر على هذا الجند مثلا ماذا فعل مع هذا الجند الذي يريد أن يحرر به بيت المقدس أولا هؤلاء الناس أدخلوهم في تمارين العز وأتوا بعلماء علموهم علموا الجيش علموهم تلك الضور والآيات التي تتمحور حول الجهاد في سبيل الله طبعا لأن الجهاد قد مات هؤلاء الناس طبعا إن صرفوا إلى شيء آخر فهو ركز على هذه النقطة وأمرهم وأمر طبعا المرشدين أن يوعوا الجيش يعني حول ضرورة المجاهدين أو ضرورة الجهاد في سبيل الله فتمسكا بهذا أو تنفيذا لهذا أمرهم بحفظ صورة التوبة وصورة الأنفال وصورة محمد وأمر الخطباء عندما أو أئمة عندما يصلون أن يركزوا على آيات الجهاد في صلواتهم عندما يكونون أئمة حتى أعدوا جيشا عظيما بعد ذلك قال لا أكتفي بهذا يجب أن أجري اختبارات على الشعب أيضا فأصدر أمرا إلى وزير الداخلية في دمشق قال أتركوا الدكاكين والمحلات مفتوحة ثلاثة أيام بليالهن بدون رقابة فلننظر إلى هذا الشعب ماذا يفعل؟ هل هو شعب متمسك بالدين؟ هل هو شعب ممن قال فيهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فتحوا المحلات والأسواق بدون رقابة ثلاثة أيام بليالهن بعد اليوم الثالث طلب منه تقريرا حول ما حدث في المدينة من السرقات رفع إليه وزير الداخلية تقريره قال لم يحدث خلال هذه الفترة حادثة السرقة واحدة فقال صلاح الدين الآن ابدأ خدتها نحن مشمولون بقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفعلا بدأ هذه المعركة وهو أيضا طبعا كان ممن تمسكوا بحياة الأنبياء هو مضى أمضى يعني وقته تسعة عشر أو ثلاثة عشر أو يعني ستة عشر عاما في الثغور هو أمضى حياته طبعا كان خلاله السلطان ستة وعشرين سنة تقريبا فلما جاء الرعاء وزيره بنى له قصرا قال ماذا أردت ببناء هذا القصر قلنا حتى تستريح فيه ستة عشر عاما أنت في الثغور قال ألا تعلم بأن السكن في هذه القصور ترخي عزائم الرجال ألا تعلم إننا قوم خلقنا للجهات ولا يزال مسكني صهوة جواد حتى ألقى ربي هؤلاء بهؤلاء استطاعوا أن يحرروا البيت المقدس بهذا بغير هؤلاء الناس لا يمكننا أن نحرر شيء لا يمكننا أن طبعا نستطيع فعل شيء إذن علينا اليوم علينا اليوم أن نعود إلى أسلاف أو أخلاق أسلافنا فإذا عدنا إليها فالله سبحانه وتعالى كما قالت هذه المرأة الفرنسية لابنها على قبر صلاح الدين جاءت من فرنسا لتزور قبرها تلك المرأة التي عاد إليه الصلاح الدين طفلها وقال خذيها ولكن لا تربيها على بغضنا فهي ربته على الإمام بعد عشرين سنة المرأة الكاثوليكية الفرنسية تعود من باريس إلى دمشق لتزور قبره وهناك خاطبت وقالت لابنها إن هذا الرجل أو هؤلاء المسلمين لهم دولة نصفها في السماء ونصفها في الأرض ماذا قال لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مثلا في معركة بدر معركة البدر وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة نصفها في الأرض ونصفها في السماء إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب نعم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمه فعلينا العودة إلى الله وإلى أخلاق أسلافنا قيل لأحد المسؤولين في يعني إسرائيل إننا نرى المظاهرات تعم العالم الإسلامي قال هذه لا تخيفنا المظاهرات ولا التنذدات ولا الشاج هذا لا يخيفنا قال ماذا يخيفكم قال أن يعود المسلمون إلى منهج أبي باكر وعمر أصبح لغة المسلمين اليوم توشي بضعفهم توشي بضعفهم اليوم نسجب ونندد ونطلب قبل كان لغتهم لغتهم كيف يقتل مسلمون وأنا حي قاد ثورة على أوروبا كلها لقتل مسلم واحد هكذا كان المسلمون أحب الموت تهب لك الحياة بدون الجهاد بدون أن نطبق الإسلام كاملة تبعا لن تعود إلينا عزتنا فنسأل الله العلي القدير أن ينصرنا ويهيئ لنا أسباب النصر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر